اشتركوا في القناة لضمان تحقيق العدالة الناجزة خلال لقائهم مع كبيرة منستق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة شكر يؤكدوا حتمية تحقيق الوقف الفيري لإطلاق النار قبل شهر رمضان الأخبار بتبصيل من القاهرة وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في جهود تطوير وتحسين لمنظومة التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة مشددا على ضرورة يطبق القانون بكل أمانة ونزاهة ومسواة تأكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان نتابع عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنصيق في إطار القانون بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية وحجد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية وذلك من خلال التنصيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين بما يضمن تحقيق العدالة اللاجزة مشددا على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة تأكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضاء بمختلف الموانئ على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن استلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وهو ما سيسهم في توازم الأسعار وانخفاضها وإخلان اجتماع آخر أكد مدبولي لثمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح سيسي بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها ونخل السكان المناطق غير الآمنة إليها مع زيادة الموارد الدولارية سواء من صفقة رأس الحكمة أو غيرها صدرت توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بالموانئ أكد عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل اجتماعه مع وزير المالية وعدد من المسؤولين لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ ومنظمة الشحن المسبق موضحا أن الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وهو ما سيسهم في توازن الأسعار وانخفاضها ولمتابعة توفير الخدمات المختلفة بمشروعات الإسكان بديل العشوائيات على مستوى الجمهورية أعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة حيث أكد الدكتور مدبولي الاهتمام البالغ الذي يليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها ونقل سكان المناطق غير الآمنة أو بديل العشوائيات إليها وأوضح الدكتور مدبولي أن هناك متابعات مستمرة لهذه المناطق ولجانا تتفقد المواقع من الجهات المعنية بهدف الاطمئنان على توافر الخدمات المختلفة لسكان هذه المناطق خاصة الخدمات الصحية والتموينية وغيرها وللنهود بقطاع طيران مدني أشار رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني إلى مواصلة الحكومة جهودها في هذا الصدد بما يسهم في الارتقاء بوضعية قطاع الطيران المدني التنافسية إقليميا وعالميا وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات ما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لركاب وزيادة الإرادة المحصلة الاجتماع تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية لتنظيم حركة تطفق المسافرين وتأدية الخدمات بأفضل عروض ممكنة حيث ستتم دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة وبتوقيتات محددة للطرح إيمان التوني التلفزيون المصري أكد وزير الخارجية سمح شكر حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في خطاع غزة وإنفاذ التهديئة قبل شهر رمضان حتى تسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده شكري مع كبيرة مناسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وإعادة للإعمار في قطاع غزة سيجريت كاخ وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة ولفت شكري إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستئداف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الناجئين الفلسطينيين وقيام بعض المانحين بتعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية من جانبها عربت المسؤولة الأممية عن تقديرها للدور المهم والمحوري الذي يتطلع به مصر منذ بدء الأزمة لدفع بإنفاذ التهديئة والحد من الأزمة في القطاع فضلا عن تقديم وتسهيل دخول المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة بما في ذلك التعاون القائم بين الهنان الأحمر المصري ووكالات الإغاثة الدولية وصلت قوات الاحتمال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الخمسين بعد المئة على التوالي وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد دخول عدوان إلى ثلاثين ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثين شهيدا ونحو واحد وسبعين ألفا وتسعمائة وعشرين مصابا منذ سابع من أكتوبر الماضي وأكدت الصحة الفلسطينية استشهد مئة واربعة وعشرين شخصا وإصابة مئتين وعشر آخرين إثرى ثلاث عشرة مجزرة في القطاع ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية هذا وقد استشهدى إثنى عشر فلسطينيا على الأقل وعصيب أكثر من أربعين غالبيتهم من الأطفال والنساء قرأ قصف قوات الاحتلال منزلا يؤوي نازحين في مخيم النسيرات وسط القطاع أفادت مصادر ألمية بحدوث تقدم ملحوظ خلال المحادثات الرامية للتواصل إلى هدنة في قطاع غزة حيث تبذل مصر جهودا حثيثة للتواصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان هذا وتتواصل المفاوضات غير المباشرة بين حماس إسرائيل في محاولة للتواصل إلى هدنة وينص عن اقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة مصر وقطر والولايات المتحدة على وقف الأدوان لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 محتجزا إسرائيليا في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الإسرائيلية ويأمل أن يتم الاتفاق قبل حلول شهر رمضان كان مسؤول أمريكي قد أكد في وقت سابق أن إسرائيل وفقت مبدئيا على بلود المقترح في حين لم تؤكد سلطات الاحتلال تصريحات المسؤول الأمريكي طالما رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتايا بدخول الصحفيين إلى قطاع غزة لتغطية الأحداث وكذلك سماحه للمنظمات الدولية والإنسانية بالعمل في القطاع وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أكد اشتايا ضرورة أن تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف برائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أكد سفير حسين سيدي عبدالله أدية مندوب موريتانيا دائم لدى جامعة الدول العربية أن الوضع المأساوي في غزة يفرض نفسه على أجندة العمل العربي ودع المندوب الموريتاني في كلمته خلال تسلمه رئاسة الدورة المئة والحادي وستين لمجلس الجماعة العربية على مستوى مندوبيين خلفا للمملكة المغربية إلى التحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة برئاسة موريتانيا خلفا للمغرب وحضور السفير حسين زكي ألمين العام المساعد لجامعة الدول العربية انطلقت أعمال الدورة مئة واحد وستين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة القضية الفلسطينية حيث طالبت موريتانيا بضرورة وقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية لمدعونا بحكم واجب الأخوة في الدنيا الإسانية وبحكم الدين والتاريخ والجغرافيا إلى مضاعفة الجهود وتوحيدها لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإعادة المهجرين إلى بيوته وإلزام إسرائيل بالكف على جرائمها اتجاه الشعب الفلسطيني وقف أدوانها الظالم على خطاع غزة وفك الحصار عنه وفتح المجال أمام حد سياسي مستديني يدمن للشعب الفلسطيني حق للفلسطيني كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع يونيو 1967 وعاصمة والكتس الشرقية أكد المندوب الدائم الموريتاني لجامعة الدول العربية على خطورة استمرار الحرب في قطاع غزة على المنطقة بأكملها إننا نستشعر الخطر الذي ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها أمنيا واجتماعيا وسياسيا جراء صمت العالم تجاه جرائم الكيان الإسرائيلي الذي يرى في هذا الصمت ضوءا أخضر للتصعيد والتمادي في الغي والأنهي والطغيان والتطاولة بجبروتة ووحشية لا عهد للعالم بالإيمان على الأطفال الجوعاء والنساء الثكالاء والشوخ والمرضاء والمؤزين دون الخوف من أي حسيب أو راقيب من المقرر أن يرفع المندبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود التي سيتم نقشتها إلى الدورة الوزارية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى زراء خارجي العرب منذر أبو دوح التلفزيون المصري وفق مجلس الشيوخ في جلسته العام اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع المذالة الضمان الاجتماعي وإحداث مرونة في ربط تدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا وكفالت حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم كذوي الإعاقة والمسلمين والأيتام استمرارا للبهود المصرية الدعمة للأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجهات رئيس عبدالفتاح سيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وصلت القوات المسلحة عمليات الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية في مناطق مختلفة شمالي قطاع غزة وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية استمرارا للجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة وتنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتظهر الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر يأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وباقي المؤسسات الأممية لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها إلى داخل القطاع في ظل استمرار الأزمة الراهنة وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من نقص في كافة مقاومات الحياة أكدت وزيرة البحث العلمي أسابق دكتور ناديا زخاري أن نسبة النساء والفتيات في مجال البحث العلمي والقيادة بلغت نحو 48% من الباحثين المصريين مشيرة إلى أن أي بحث علمي يتطلب العمل الجماعي والدعم الفني والمادي اللازم لضمان نجاحه جاء ذلك خلال الاحتفال ببرنامج لوريا اليونسكو من أجل المرأة في العالم في نسخته السادسة نتابع العلاج بالقسطرة الوريدية والاكتشاف المبكر لذلات الأورام الثدي وعلاج الحروك والصدفية بكشور الأسماك ثلاث موضوعات مهمة لثلاث باحثات مصريات فذن بزمالة برنامج لوريا اليونسكو من أجل المرأة في العلم زمالة مصر في نسخته السادسة بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية لدعم المرأة في مختلف المجالات ومنها البحث العلمي البحثي فعلا هو مركز على أن أنا أحاول أجيب دلالات أورام تبقى بشكل دقيق جدا مركزة على الكشف المبكر للسيدات ويبقى حاجة مش جراحية تبقى حاجة بس من كلال سحب عينة من الدر البرنامج ده بالذات هو بيساعد قوي على وجود شبكة من العلماء المتميزين جدا في مجالاتهم هو بيدينا فعلا دعم مش بس مادية ولا دعم بس علمي في دعم فني كبير قوي قوي بنسبة 88% من المرضى اللي بيدخلوا مستشفاية وبيتركب لهم أسطرة وردية بيحصل لهم مشاكل نتيجة البكتيريا اللي بتنوا على سطح الأسطرة وده بيسبب إن هي ما بتبقاش المدادات الحيوية بتبقاش فعالة على البكتيريا دي وبتسبب مشاكل كبيرة وممكن تسبب الوافيات كمال أنا باختصار بحاول إن أنا بغطي الأسطرة بمدادات حيوية بشوي تغييرات بحيث إن يتزود مفعول المدادات الحيوية تمنع تكوين البكتيريا على الأسطرة وفي نفس الوقت أمنع إن أنا أغير الأسطرة الوردية كل يومين ثلاثة واللي بتعمل عبق طبعا اقتصادي كبير جدا عن مستشفيات وعلى الدفاع أنا باختصار عاملة دمامة لمعالجة حروق الجلد من الدرجة التانية للدرجة التالتة بتحاكي فعالية إش السمك البولتي لأن في آخر عشر سنين أثبته إن إش السمك البولتي عنده الخدرة على معالجة حروق الجلد من الدرجة التانية للتالتة ويرجع الجلد لشكله الطبيعي فبيقدر البني أدم اللي تعرض لحالة زي دي طبعا إنه يرجع سريعا للمجتمع ويبقى عضو فعال فيها إنت بتاخد جائزة مادية بتساعدك إنك تحقق البحث بتاعك على الأرض الواقع بتوصلك بباحثين داخل مصر وخارج مصر وده طبعا عامل مهم جدا تلك الأبحاث العلمية الناجحة والتي رؤية فيها أبحاث تخدم المجتمع المصري وتساهم في حل مشاكله بطريقة علمية مبتقرة ستلقى دعما فنيا ولوجستيا وماديا لضمى نجاحها وزورها إلى النور بشكل واقعي هناك منظومة متكاملة يتم إنشاؤها لدعم الباحثات من خلال وجود شبكة لكافة الباحثات الأخريات ليكون مصدر إلهام للمواهب الموجودة والهدف الرئيسي من برنامج رويل يونسكو هو دعم وتمكين النساء في مجال العلوم فنيا وماديا والذي تم تنفيذه في مائة وعشرة دولة وتم دعم أربعة آلاف ومائة باحثة من الدول المختلفة وفي مصر تم تكريم ودعم ثمانية عشرة باحثة منذ تطبيق البرنامج وحتى الآن دعم البحث العلمي في شخص المرأة المصرية كباحثة من كبري مؤسسات العالمية المانحة واحدة من خطوات المهمة التي ستحدث طفرانوية في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر محمد حلمي التلفزيون المصري بمناسبة مرور عام منذ بدء تشغيل تجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية أصدرت وزارة النقل تقريرا أكدت فيه تمكن المحطة من جذب عدد كبير من الخطوط الملاحية العالمية واستقبالها ما يزيد عن مائتين وثمانين سفينة عام مر منذ أن بدأت تشغيل تجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية أحد أهم المشروعات القومية في مجال النقل البحري تطلب إنجاز المحطة عملا دؤوبا في مجالة عدة شملت تشهيد البنية التحتية من ساحات وأرصفة ذات مواصفات عالمية شراء وتركيب أحدث معدات تدور البضائع مع تركيب منظومة قياسية لتكنولوجيا المعلومة إضافة إلى استقطاب وتجييز أطقم التشغيل مع تنفيذ خطة تدريد على أعلى مستوى داخل البلاد وخارجها عام مر شهد جهدا كبيرا من إدارتي التشغيل والتسويق لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية جهود نجحت من خلالها الشركة القائمة على المشروع في التعاقد مع ستة خطوط ملاحية عالمية مختلفة وتم استقبال ما يزيد عن 280 سفينة منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة وحتى الآن عمليات الشحن والتفرير والاستغلال الأمثل للأرصفة ارتفعت معدلاتها مما مكن المحطة من استغلال إمكانياتها الفنية والتقبال سفن ذات أحجام كبيرة لأول مرة لميناء الإسكندرية وبحمولات أكبر تتراوح ما بين 9 إلى 12 ألف حاوية زادت إلى 15 ألف حاوية خلال العام الفائت وصل معدل التداول بالمحطة إلى 230 ألف حاوية من المحطة أن يزداد معدلها لتصل المحطة إلى أقصى طاقة استيعاب لها ونجحت المحطة في أن تحتل مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط محطة تحيا مصر بتعددت الأغراض بميناء الإسكندرية وبما تمتلكه من مؤشرات التقدم والتطور استطعت التغلب على التحديات التي تواجه الموانئ العربية التكالي فمن خلال التسجيل المسبق للشاحنات تم تقليل زمن انتظار هذه الشاحنات فلا يتعدى وقت الشاحنة داخل المحطة 20 دقيقة أمر أدى لزيادة أحجام التداول وبالتالي زيادة إرادات المحطة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تأتي في إطار مخطط يجعل من مصر مركزا عالميا لحركة التجارة واللوجستيات أمر يزيد من مكانتها على المستوى العالمي ويضاعف من أهمية موانئها المختلفة سوزان مصطفى التلفزيون المصري نظامة قرية الحقوق جامعة المنصورة مدوة علمية تحت عنوان المستجدات القانونية والشرعية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفت الجمهورية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقالية والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة المستجدات القانونية والشرعية في نقل وزراعة الأعضاء البشرية حساس للغاية وخطير لكونه تنازع واضح بين الأصل وبين مصلحة الحفاظ على النفس فأي إنسان له قيمة عالية حتى نشر على إعلانها خاصة وإذا كان يتعلق بموت محقق هذا ما أعلنه الدكتور شوقي علام مفت الدهار المصرية في كلمته خلال الندوة التي حمل عنوانها مناقشة تلك المستجدات والتي نظمتها كلية الحقوق بجامعة المنصورة بإطار الضوابط التي يضعها القانونيون مع الشرعيين مع رجال الطب والتأكد بالفعل من هذه الخطوات أظن أننا سنستقبل مرحلة جديدة في ظل ما ندى به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إيجاد منظومة طبية متطورة ومتقدمة لا يمكن أن تكون متقدمة على هذا ناحو إلا إذا كان في هذه المسألة بصفة خاصة إلا إذا كنا نضعنا الضوابط الحقيقية التي نأمن من خلالها أن المتبرع إليه ينجو إن شاء الله سبحانه وتعالى من المرض الذي أعلنه به موضوع ده يتعلق أيضا بمسألة النقل يعني ده محتاج أن نضع له ضوابط محتاج أن نشوف هل يتم النقل من الأحياء أم من حديث الموتى وعملية النقل في حد ذاتها تعتبر موضوع شائج يحتاج مننا مزيدا من الطقة ومزيدا من الضوابط نظرا لمنع للتجار بالبشر وتعتبر جريمة من الجرائم الدولية التي يحذر فيها للتجار بالبشر لأن عملية نقل وزارة الأعضاء عملية تبرع تامة بالنسبة 100% المشاركون بالندوى أكدوا أهمية ضبط مشروع زراعة الأعضاء كتقدم جديد في مجال الطب الحديث وذلك للحد من اللجوء إليها دون وجود ضرورة تستدعي إجراءها وفق ضوابط قانونية وشرعية هذا المجال على وجه التحديد يمكن أن يشهد ظواهر إجرامية منها سرقة الأعضاء والاتجار في الأعضاء البشرية وبالتالي هذه المسألة لا يمكن أن تتم إلا في ظل نظام قانوني متكامل يحدد الضوابط والإجراءات بطريقة منظمة إلى أقصى حد ممكن قضية شائكة تعددت وتداربت حولها الآراء بين مؤيد ومعارض رغم صدور قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 2017 ولائحاته التنفيذية والذي يعد بمثابة بارقة أمل للقضاء على التجارة غير المشروع للأعضاء البشرية مشاهدين أهلا بكم النشرة الجوية يسود تقسم إلى الحرارة المدى البحر والقاهرة في شمال السعيد وغنوب سينها دفئ شمالا حر جنيب النهار بارو الليلين في الصباح الباكر وشابور صباحنا سلح الشمالية الغربية على فترات متقطعة البحر متوسط معتدل البحر الأحمر معتدل أيضا وعن التوقعات سلسة أيام القادمة نبدأ من القاهرة السلساء 15-26 والأربعة 13-24 والخميش 13-22 معن شرم الشيخ السلساء 18-27 والأربعة 18-28 والخميش 17-25 وأخيرا مع الأكسر السلساء 14-31 والأربعة 15-31 للخميش 14-28 ونتعرف الأمشاهدين على بيان تفصيل الدرجة الحررة متوقعة بإذن الله القاهرة 15-26 والإسكندرية 13-26 بميات 13-24 بورسعيد 15-28 في العريش 12-24 رفع 11-23 الإسماعيلية 12-27 السلسة 13-26 مطروح 12-23 وديناترون 14-26 منصورة 13-25 تنتا 14-25 بمنهور 13-25 ساند كاثرين 24 الغرضقة 16-26 شرم الشيخ 18-27 الفيوم 12-26 منصورة 11-27 عصودة 11-26 سوهد 13-28 كنا 14-30 الأكثر 14-31 الوادي بذيب 14-30 أسوان 15-31 حلات 18-24 شرم الشيخ 18-28 برمات 17-27 رأس 11-4 18-23 المسارة هذا تذكيرين بأبرز العنوين الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف في جهود تطوير وتحسين لمنظومة التقاضي لضمان تحقيق العدالة الناجزة خلال لقائهم مع كبيرة منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة شكرا يؤكدوا حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار قبل شهر رمضان وزوروا موقعنا الإلكتروني شكرا تيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة